افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أعمال المؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى السرطان وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حضور سموها الجلسة الحوارية الخاصة حول المركز العلمي المرجعي لبحوث مرضى السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي استمرار الشارقة في دعم جهود مكافحة مرضى السرطان في كافة المستويات البحثية والعلاجية وغيرها مشيرا سموه إلى أهمية توحيد تلك الجهود الكثيرة ذلك من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمرضى السرطان